قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة أول قسم مستعجلات بالمغرب ينجز بمواصفات دولية بقيمة مالية تناهز 27 مليون درهم اليوم بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة يتم تجهين هذا الفضاء الصحي إنه فضاء بأزيد من سبع قاعات مخصصة للفحص الطبي وللعلاجات التمريدية ووحدة إزالة الصدمات والمراقبة الطبية هذه الإضافة الصحية النوعية بمستشفى محمد الخامس بطنجة هي الأولى من نوعها بالمغرب نظير تجهيزها بما يستجيب للمواصفات الدولية ويسهر على سير الخدمات بها 37 طبيبا و22 ممرضا وعدد من التقنيين والإداريين ناهيك عن توفره على خمس سيارات إسعاف ومروحية للإسعاف الطبية الاستعجالي اليوم ينطلق العمل بمصلحة جديدة بناية جديدة للمستعجالات على مستوى محمد الخامس المتفجهة بطنجة وهذه المصلحة فيها كلفة 26 مليون درهم وفيها 4 قاعات الفحص و3 قاعات العلاجات وفيها كذلك قاعة الإزالة الصدمات بعشرة أسيرة وقاعة المراقبة إضافة إلى قاعة العزل مثل الحالات التي يستطيع العزل معززة بجهزات حديثة من المستوى الثالث جهزة طبية وبيوتطبية وكذلك معززة بموارد بشرية كافية حيث أنه يحتضن هذا المصلحة اليوم إضافة إلى الأطباء العامون وإضافة إلى الممرضون يحتضن 30 أطباء الداخليون اللي هم تابعين المركز التشفائي الجامعي اللي يقوموا بعمل دالهم هنا وتتبع الطلبة في تداربهم إذن اليوم هذا الشيء داخل في إطار المقطد للتعجيل أو تسريع لتأهيل المستعجلات اللي فيه بالإضافة إلى بنايات جديدة وتأهيل المستعجلات فيه كذلك 3 مليون درهم كمنحة إضافية للأدوية والمستزمات الطبية والجهزات الصغيرة فيه كذلك أطور طبية جديدة كالمساعدات للعلاجات فيه كذلك تقنيين في الاستعجالات وهدو اللي بدانت نكونهم تقريبا هدي سنتين في المعاهد ديالتكوين ديال الميهن التمردية اليوم كذلك سنعطي انطلاقة لمركزين صحيين المركز الأول على مستوى ظهر القنفود وكيدخل في إطار البرنامج الطانجة الكبرى اللي يعطي انطلاقة ديالوجهات المالية نصر الله وكذلك مركز آخر في جماعة حجر نحل مركز صحي بمستوى الأول باش ممكن نعززوه على مستوى المدينة الخدمات للرعاية الصحية الأولية وسعيا منها لتعزيز العرض الصحي بإقليم طانجة وفي خضم تحسين ولوج الساكنة للعلاجات الأساسية ذات جودة عالية أشرف وزير الصحة أيضا على إعطاء انطلاقة عمل المركز الصحي الحضري ظهر القنفود المستوى الأول والتابع لمقاطعة بني مكاد بطانجة بغلاف مالي فوق أربعة ملايين درهم ترجمة نانسي قنقر